اليوم كنفط العراقي مقابل الغاز الإيراني الاتفاق هذا يعني خلني بدي بي لماذا بالفعل احنا اعتمدنا عن الغاز الإيراني الذي لا يقطع يعني مثل ما قلت لك قطعه بشهر تموزه آه بالحرارة بيش هو مقصود سياة النائب يعني نتذكر أيضا العام الماضي يعني قلت لك إياها يعني هي قضية سياسية وخارجة عن إرادة للحكومة ليش حتى العام يعني نتذكرها الصيف كل سنة ده يزيد عندنا خمسين خمسة وخمسين وإيران بالسابع والثامن يقطعوها ليش احنا اعتمدنا فقط على الجانب الإيراني شوفي حتى نكون واضحين يعني شفافين في هذا الموضوع هناك تدخلات سياسية في ملف الكهرباء لا تستورد من السعودية لا تستورد من إيران لا تستورد من تركيا استورد من كازاخستان استورد من قطر أكو تدخلات سياسية في هذا الملف وكل من يقول ليش ماكو تدخلات هو غير صادق هناك تدخلات سياسية في ملف الكهرباء الغاز الإيراني عندما تم الاتفاق معهم في وقتها كان أنسب الأسعار في ذلك الوقت النقطة الأولى النقطة الثانية أمبوب امتد من إيران على العراق إذا أردت أن أستورد من دول أخرى لا أستطيع أن أمبوب لازم أجيب بواخر وأسوي منصة وهذه أمور فنية الدخل الغاز السائل وتحول إلى غاز من نوع آخر فتحتاج عملية صرف أموال وهي غير آمنة في نفس الوقت يعني شوان اللي صار بيروت ذات الذكرين الانفجار اللي صار مال مرفع أيضاً أكو من يخاف يقول لك أنا إذا سويت هي شي مرفع بمال غاز بالفاو خاف أيضاً لا أكو عمليات تفجيرية أكو ناس مخربين يعني أكو من لكن هذا ما يمنع أنه أنا اليوم لازم ألقي بديل يعني أنا كل ما اجتهت إيران سدت القفل عليها وكل ما ارتاحت إيران فتحت القفل عليها لا هذا مو منطق إحنا كلجنة كهرباء وطاقة غداً سيكون لنا اجتماع مع الوزارة تحديداً بهذا الخصوص وبصراحة سنضغط على السيد رئيس الوزراء أن تكون هناك عمليات بديلة للغاز الإيراني يعني أن اليوم باتر طق هذا البوري أحنا قلناها طبعاً صار شيء لا قدر الله وانكسر هذا البوري شون يعني أبقى أنا حاطيدي على خدي والله أنتظر على ما يصلح أو على ما ترضى إيران إيران لها استحقاقاته وعليها عقوبات دولية أنا مو طرف بهذا الموضوع إذن علينا أن نجد البديل البديل شنو هو؟ إما أنه نفتح منصة يسمونها عن طريق وزارة النفط وكل من تجار والشركات العالمية اللي تريد تبيع غاز تجي تبيعنا بس بالمناسبة راح يكون سعر عالي أنا مضطر أشتري حتى ذا سعر عالي أخسر في سبيل حتى أقدم لشعبي ليش؟ لأنه عندي فترة السابع والثامن والتاسع نوعاً ما هذه المرحلة الذروة اللي نقول بها اللي بيها استهلاك على الطاقة الكهربائية أفضل من الشتة الشتة نوعاً ما مو كل شيء استخدام مناطقنا الشمالية تكون دائماً استهلاكها أكثر من الجنوبية لكن أنا عندي مشكلتي بالجنوب الجنوب عندي شهر السابع والثامن والتاسع هاي ثلاثة شهر حتى لو أخسر عليهم واروح أستورد غاز من دول أخرى أفضل لي ولقي بديل عن الغاز الإيراني إذا ما حاولت إيران بالمستقبل زيان في حال إحنا أنت جلد